تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله برقية ثانية من سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم المركز الأول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب العراقي الشقيق في المباراة النهائية التي قيمت في جمهورية العراق فيما يلي نص البرقية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظكم الله ورعاكم رئيس الوزراء المؤقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياسرني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم أسماء آيات التهاني والتبركات بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني للمركز الأول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب العراقي لقد تمكن المنتخب الوطني من تحقيق هذا الإنجاز الإقليمي الكبير بفضل رعاية واهتمام سموكم بالقطاع الرياضي وحرص سموكم على منح الرياضة البحرينية مساحة كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة الأمر الذي مهد الطريق أمام مكونات الرياضة ومنتسبها لتحقيق إنجازات رائدة ضمنت للبحرين رفع اسمها وعلمها عاليا إن الإنجاز الجديد لكرة القدم البحرينية هو نتاج لدعم سموكم والاستحقاقات المقبلة ستمكن المنتخب من الظهور بزورة متميزة تؤكد التطور الكبير الذي باتت تعيشه الرياضة البحرينية وكرة القدم أدام الله على سموكم وفور الصحة والعافية وطول العمر أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة